مساحات زراعية شاسعة وأطنان من التمور تنتجها حقول النخيل في منطقة القصيم والتي تعد مورداً اقتصادياً وثروة طبيعية تنعم بها المنطقة منطقة القصيم منطقة زراعية فيها العديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة فيها ما يفوق 8 مليون نخلة تنتج ما يفوق 50 نوع من التمور هذا العمل الجبار المشاريع المميزة في منطقة القصيم لم تكن موجودة إلا بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة وأيضاً داعم هذه المشاريع سيدي أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود لدعم هذه المشاريع الزراعية بواكير التمور التي بدأ جني ثمارها من مختلف أنواع التمور وصولاً إلى نهاية الموسم نبدأ بجني أول شيء وهو التمرت الحشيشي تتوالى السكري أنبوت نبتة علي نبتة سلطان العيدية الرشودية العسيلة أيضاً الخلاص هي آخر الموسم أمير منطقة القصيم وجه بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية لتكون مدينة التمور ببريدة خلال الأيام القادمة على موعد مع حراك تجاري واقتصادي لتسويق التمور لقناة الأخبارية علي العطينان بريدة ترجمة نانسي قنقر